ابن عماي القضية فيها بزاف ديال التخربقي والتخربقي هاد المرة داروا في الجزيرة ايوة اذا فرصكم بان الصحفي المقتدر الواعر عبدالصمد ناصر تم الاستغناء عليه لما فصخ العقدة قالوا له بسلامها الله يعاونك السؤال هو علاش ده بزاف ديال الناس شي عارف علاش شي ما عارف شي علاش شي كيدير تخمين ياك لان عبدالصمد ناصر قال له مسيدي انا ما نهضر شي فادلوا قتاها دي باللاتي ده بما نقوله ولو اعا خسنا نعرفه علاش ما بغى شي يهضر ايوة ونقرأوا واحد البلاغ ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية مهم جدا نقرأوا لان في واحد عدد انتع المعلومات لا يمكن ان تكون مغلوطة او غالطة لانها لو كانت غالطة او مغلوطة لا نفاها عبدالصمد ناصر اذا ما دم عبدالصمد ناصر من فهاش والامر يتعلق بهيئة يعني لها ثقلها ولها مصداقيتها اسمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فاذا غد نقرأوا هذك البلاغ وغد نستشفوا منه وغد نفهموا منه اشوقع على بركة الله نبدأ غسو يخرج احضر لا باللاتي باللاتي انا نقول كل شي غايتفهم ببساطة وبلا منهولوا الامور لان احتلاه حولنا الامور فشيف الصالح انتع انتع سميتو لا انتع عبدالصمد ولا انتع نحنا تكردوا دل افعال ديالك دا انا صيدير بيعطنا العقل ايه والله رحمة والدي وغسنا ستخدموا هذه العقل مزيان اذا ابن عمين نقرأوا البلاغ ما غننقراش البلاغ كاملة باش ما نطولش عليكم غد نقرأوا الحقائق قل لك صارعت النقابة تو الوطنية للصحافة المغربية الى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته ادارة القناة على عجل وتبينت لها الحقائق التالية اذا تسميها حقائق وندبا انتم معايا غنعتبروها حقائق لاش لان لم يقع تكذيبها من طرف المعنى رقم واحد اللي هو عبدالصمد ناصر اذا عبدالصمد ناصر خلق لن نستتكلمه هو سكت فهموا علاش وكيفاش الحقائق اما هي قالك بادر الزميل عبدالصمد ناصر الى نشر تغريدة على تويتر يدافع فيها على شرف المرأة المغربية بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة اعلام جزائرية رسمية والتي اتهمت الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغرب وبعد نشر التغريدة اتصل به مدير الاخبار بقناة الجزيرة مدير الاخبار وهو جزائري الجنسية يطالبه بصيغة الامر اصطرلي على الامر الشيكور على الشيكور يطالبه بصيغة الامر بحذف التغريدة وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض اصطرلي على جواب عبدالصمد بالرفض لان الامر يتعلق اولا بحريد التعبير في فضاء غير ملزيم للقناة مش رهاف تويتر ما عنداش علاقة مع القناة وإذا ذلك اتصل به المدير العام للقناة يعني هذا الجزائري المدير للاخبار عيط المدير للقناة ومدير للقناة عيط العبدالصمد واستقبله بمكتبه يعني عيط له المكتب دياله وطالبه بحذف التغريدة او تعديلها على الاقل بما لا يفهم منه اساءة الى الدولة الجزائرية وانه في حال الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ اجراء اداري رادع يعني يهدده قالوا يا اما تبدلها او تحيدها او هاتمشي بحرك اه ما قالواش تمشي بحرك خلوا اجراء اداري لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب والتأكيد على ان التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة اعلنت ادارة القناة الجزيرة عن قرار انهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج اطار وسيلة الاعلام التي يشتغلوا بها هنا سنحبس لان الباقي هو داك الشي اللي بغى تدير النقابة الوطنية للصحفة المغربية هدك شغلها هما نقابة كيدافع الصحفة الله يعاونهم احنا اللي كيهمنا الآن هو الواقعة كيف شو وقعت دابال اخوان اخوة واتخلكم معايا وشوية التكباس والبرتاج وما الى ذلك باش نقرأوا التدوينة المعنية بالامر التدوينة موضوع ديل هاد القرار ديل اه مدير الاخبار الجزائري والمدير العام من تاع القناة التدوينة يا ابن عمي التي كتبها عبدالناصر اعفوان عبدالصمد ناصر دار واحد التعليق على القناة الجزائرية الرسمية تعدولة دارت شي تقرير ثم كالتهجم على المغرب وعدولة المغربية ودك شي ديال للتجار والعرض والشراف والمغريات يعني تهجم خسيس نذل حقير من قناة حقيرة لنظام حقير بالعربية التعرض نظام جزائري حقير اللي بالمناسبة الان راه كيخلص الان كيخلص مع تفجير فضائح للتجار في شرف الجزائريات بدبي أنا من اللي كنقول لكم مرة المغربة شرفاء انتم ما كتبقوا تديروا هاك و هاك دك شي اللي كتبغيوا تلصقوا ها المغربة ها هو الان تعانون منه يلا ديرونا شي قرار قناة الجزيرة عفوا القناة اليتيمة القناة الجزائرية انفجار فضائح للتجار في شرف الجزائريات بدبي واللي ما زال ما عندوش الخبر يمشي يدخل عند امير دي زيت يدخل عندو واحد جوش اخرين مؤثرين من داخل دبي كيتكلموا على هاد الموضوع جوش جزائريين اخرين من غير امير لان امير غايقولوا امير دي زاد كتا كده لا حيض لي امير دي زيت خليوا جوش جزائريين راه ديرين في تيك توك قلبوا على هاد القضية هاد مزيان؟ مع العين وسجلي على هاد مع العين مع العين لا اتشفى لا اتشفى لاني قلت سابقا مرارا وتكرارا على ان هاد الظاهرة راه مخطط بلاد وان ولد الحرام وبناط الحرام كنين في اي بلاد والتجار في هاد النوع انتع القضايا وهاد النوع انتع الاشياء راه لا يمكن ان يكون مختصا بدولة دون اخرى تفهمنا؟ اذا ما الذي كتبه عرض صمد ناصر؟ دار واحد الفيديو صغير ديالهم ديال قناة الجزائرية فكتب هذا نموذج صارخ لفجور اعلام نظام الجزائر الرسمي التليفزيون الجزائري الرسمي سترلي على رسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف النساء المغربيات اي فجور غير مسبوق هذا؟ واي وضاعة هذه يا عديم الاخلاق؟ بئس الاعلام اعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون؟ هدية دوينا انت عرض صمد ناصر احتج وهاجم وتهجم على التليفزيون الجزائري الرسمي التليفزيون السفالة والنظام السافل السفيه النظام العبيط النظام تفهمنا؟ اذا ما عشبوش لحال لمدير الاخبار تشكى لمدير القناة والمدير القناة ارضاءا للنظام الجزائري وباش مايدخلش في ذاك الشي ديش دعلي نقطع عليك مع النظام الجزائري خاصة واننا كنشوف واحد الحجم تعالى العلاقات اللي كينا بين قطروا الجزائر رباينا فالاكيد انه ضغط غليالة خي سميته عليه خي النظام الجزائري تفهمنا؟ الان عبدالصامد ناصر علش ما تكلمش علش ما تكلمش اولا لانه مازال ما فضاش الميل في انتاعه لانه ملكة كيوقع الفسخ انتاع العقدة انتاع الخدمة مازال كيندي بروسيديور سميتها هادي واحد جوج حتى لا وركزوا لي على هادي حتى لا يتم استغلال صليحات انتاعه في اطار الشحن والشحن المضاد والاستغلال من طرف الهكاويين ايضا باش يزيدوا يخسروا العلاقات المغربية القطرية سياسيا وديبلوماسيا تفهمنا؟ اذا على المستوى السياسي حتى يعني يضع جنبا كما كيقولوا الدر جنب ها بتصمد ناصر ما تكلمش ولكن الخرج انتاع النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكدوا كل شيء تفهمنا؟ حوزوه وانتم قعدوا تبكيه يا صنطح يا عبيط يا شنغريط يا حسبقيت الجزيرة سوف تعرفوا عن الحاجة الجزيرة كما العربية كما سكينيوز ارتينتاع روسيا وما الى ذلك هي قنوات اعلامية تصرف خطابا انتاع الدولة ووحد الوسيلة ديال الاشتغال في اطار علاقات الجيوستراتيجية يعني تهدد هناك تجر من هناك تفاوض من هناك تنقوصي من هنا اذا اخرى اذا بهذه اللوجيكة ابن عمبي قناة الجزيرة اذا كنتك تأمن بصحب انك تغطي كجزائري اعلم انك تغطي في اطار مفاوضات حولك في هذه السروال تمت تنحية السروال في واحد العدن طعا الصفقات اللي كدر في الجزائر تهمنا؟ هذه واحد جوج على الصمد ناصر يا صنطح بنو قنطح إلا بغي يخدم دابا في أي قناة كم مكان تغطي يمشي يخدم معزز مكرر وبصالير زايد على هذا اللي كنخدم به لأنه أولا مهني وحير فيه وثانيا واحد الإنسان ديال الإعلام ثم نزيدكو حاجة أخرى نزيدك حاجة أخرى هو أن الصمد ناصر دابيلة تيكتوك مع اليوتيوب مع الفيسبوك مع واحد الانترنت ستدخل أكثر من ذلك الشيء اللي كنت تخلو في الجزيرة بدوبل ديال خمسات المرات تفهمنا؟ ثم إذا كنت تعتقد أن هذا الشيء زيما داروا شيء واحد جزائري في منطق ديال الجزائر فأنت عابط وغابي تفهمنا؟ لأننا نعرف جيدا أن نظامكم أضعف بكثير من أن يكون قويا في مجال معين والله العظيم بالله والدليل فين ممشاو كيوقع لنزيل اقتزح لوقي على البطن مع رفع الأرجل نحو السماء شد 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 فين مم إذا هذا الشيء اللي كنا من عمي دابا نشوفو شوية انتهاء القيست